المشاعر صادقة حاولت بها أن تخرج ما بداخلها للتعبير عن هذا الحدث الجلل فالأمر جد خطير والابتعاد عن الحضن الدافئ يبعد القلب عن الشعور بالأمان والطمأنينة فالأم الحالمة عانت مع إخوانها والفتاة الشابة عبرت عن ما حدث لها بطريقة مؤسفة لا يتمنها أحد فما هي القصة؟ لحظات من التعبير عما يدور بداخلها من مشاعر لتفيض عيونها بعبرات غزيرة فها هي تحاول أن تتمالك نفسها من شدة الواقع الأمر جد خطير والأحداث تجبرها عن التعبير عن تلك اللحظات الحاسمة بطريقة لا تملك غيرها لم تستطع أن تحجم مشاعرها وتوقف عبراتها التي سالت على وجهها فالواقعة التي تسبب فيها أشخاص تجمعها بهم صلة رحم تسبب في ظهورها بهذا المظهر الذي لن يتحمله أحد صورة من الغموض جسدها أقاربها في جسدها لتخرج تلك الصورة بهذه الهيئة على وجه فتاة عراقية احمر أنفها وأذرفت الدموع دون توقف فها هي اللحظة الحاسمة لانكشاف الحقيقة التي اقتربت بسبب أمها حقوق الأبناء يبحث عنها الآباء فها هي امرأة عراقية تبحث عن حق زوجها في الميراث بعد أن رحل عن الحياة في إحدى الصراعات على أرض العراق فذهبت إلى أقارب زوجها لتحاول أن تحصل على حقها وحق أبنائها في الميراث ما طالب شرعية حاولت بها تلك الزوجة أن تضعها على طاولة أقارب زوجها فذهبت بلا رجعة فما أنغابت عن منزلها إلا وخرجت ابنتها على الملأ بمقطوعة مصورة لتعبر عما حدث بأمها حزن خيم على الأجواء وعبرات لم تتوقف من أعين تلك الفتاة العراقية فها هي تعلن أن أمها ذهبت من كردستان إلى العاصمة بغداد لتطالب ابن أخي زوجها بميراثها الشرعي في أموال زوجها من أجل أن تنفق على فتياتها المشهد الفاصل غالبا ما يأتي بعكس التوقعات فبنات تلك الأم كنا يتوقعنا أن تذهب وتعود أمهن بما لهن من حقوق في أموال أبيهم إلا أن الحقيقة وضحت بأنها لم تعد لبيتها مرة أخرى غياب أم عن أحضان أبنائها يشعرهم بمرارة الأيام فكيف الحال إن كانت ما غابت عنهن الأم فتيات رهيفات المشاعر والحسة فبمجرد ما أن تعود الفتاة من خارج بيتها تذهب إلى أمها وتملي عليها ما حدث في يومها وتحتضنها لحظات الاطمئنان اقتربت من الضياع لهؤلاء الفتيات فهن لا يملكنا إلا البكاء والاستغاث بالمسؤولين فها هي ابنتها تخرج على مرأة ومسمع من الجميع وتطالب المسؤولين بالعراق بإعادة أمها لأحضانها وأحضان إخوتها مسؤولية كاملة ألقتها الفتاة على أقارب أبيها وخالها بأنهم هم من غيبوا أمها وحجزوها عن العودة إلى أحضانها وأحضان إخوتها برأيكم هل ستفعل السلطات العراقية شيئا في هذه الواقع أم أن دموع الفتاة ستضيع هباء ويظل غياب الأم هو المسيطر على الموقف ترجمة نانسي قنقر